المتابعة القضائية على أي قانون يتطلق مجرم مرتكب أخطر عملية إجرام وأخطر أبشع أبشع طرق الإجرام يعني الاختطاف القتل الدفن مع انتهاك حرمة جثة وإخفاء معاليم جثة المدة 22 عام لا سيدة لا ترديني لا ترديني لا ترديني أختي لا ترديني أختي لا ترديني أختي في مستقبالي يعني الشرطة تعمل معنا شوية المروة وتنطلع معنا الصبات وتجمع لنا المجرمين المطلوقين على الأقل باش تشفيغي الغليل دينا وتردنا الكرامة دينا السلام عليكم معكم ابنت الضحية اللي القوها مقتولة في مهدية في ألفين وواحد وعشرين باختصار سيدة خرجت في ألفين وواحد تخطفات تقتلات الدفنات في مهدية منطرف ضبط قصبة مهدية ورئيس البي جي قصبة مهدية باختصار هذه هي خلاصة القول الآن سوف أعطيكم الجديد في القضية تقتلات تقتلات في ألفين وواحد وعشرين معاليم الجريمة والحياتية الجريمة القوها المهدية تقتلات في ألفين وواحد وعشرين واحد المجرم من المجرمين ثلاثة إلى الأربعة لأنه لحد الآن ظهروا ثلاثة جوج هربانين مبحوث عنهم مذكرة بحث وواحد في المتابع في الصراحة مؤقت من عند النيابة العامة دي القنايتيرا اللي معرفناش على أي أساس تلقوها تسيد شنو هو الأساس اللي اعتمداتوا هذه النيابة العامة وطلقتها تسيد اللي قام بهذا الفعل الجرمي بغينا نعرفوه شنو هو الأساس اللي اللي اعتمدوه هاد الناس شنو على أي بند على أي قانون يتطلق مجرم مرتكب أخطر عملية إجرام وأخطر أبشع 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 طرق الإجرام يعني الاختيطاف القتل الدفن مع انتهاك حرمة جوتة وإخفاء معالم جوتة لمدة 22 عام على أي أساس نحن هاد المجرم عرفناه في 2021 وما عرفناهش في 2021 لعلمكم المواطنين الكيرم والناس اللي يسمعوني داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن المجرم ما تعرف احتل هاد الأسابح المجرم ما اعترف احتل هاد الأسبوع اللي فات الأساس وشتغل جمعة قبل الجمعة التي ستتتتتتها والأساس ودارت الجمعة آخرى التي ستتتتتتها تتتتتتها الوطن وخارج ألي كيف ستوصلوا إلى المجرم؟ على قولهم لأنهم لم يكن أعرف أي لعبة في أن المجرم لم يكن يسولوا وكذبوا عليه في هذه المسألة التقادم وهم الذين يجعلوا حركة ودخلوا الناس ويحفروا الناس ويحفروا إجراء ويحفروا تغيير أو لا؟ أنا محفروا بوضح مع المواطنين المغربية لم أكن أخبروا أي شيء الذي يدعون المشرك والذين يشعرنا بها سأقولون للصحافة لم أكن أخبروا أي شيء ولم يكن لدينا شيء مقبل ولم يكن أخبروا أي شيء إما هذه المفتعلة يتنظروا لجريمة وإما قالوا للشرطة المهدية يوضعون بإصلاحات الحياة يمكن أن يكون احتمال أولاً يمكن أن يكون احتمال أولاً يمكن أن يتفكّن من الجريمة يمكن أن يكون احتمال أخرى هناك فإن أعطينا الرأي لأم هو الذي يحكم لا يُعقل أن يقتل مرأة وقامتها وقامتها 20 عم سكت عليها وقامتها لم يتمكن الدين هذه الأشياء لم يأتي الأعقل وفي الآخر نرى خارج من القاضي خارج من النائب العام ووكيل القناة لا أقل أي شيء أحقاً فإن الحراءة المتابعة القضائية لا سيدة، أنا لا أعني أعني فيه ولا نكرد أختيها لا أضع أختي لا أضع أختي kami لا تتترغب أختي لديهم أختي أختي لديهم في مستقبلي وإدعي أموراتي حياتي. حاتتي أتكبّل أختي صغرين يكبّل أختي أختي المصابين ويكبّل أختي السيد، أختي أختي التي أكبّل أختي سي окقبلها هكما يمكن أن التنكي من الأختيار ونحن نحن نعاهم دينا فما بلوك واحدة خلّتيها قاصر وخلّتي للسد العواول وما كان يخدم علينا بدّا وحكمه بعمين للحرس وهي مشات التي كانت تتعين لنا وليكنت تخدم علينا ويقيت أني عشرين عام وأنا مكرفسة مكرفسة بمعنى الكلمة تكرفص بمعنى الكلمة كنقولها هنا نعودة تكرفص بمعنى الكلمة المجرم تتلقى في ٢٠٢٣ ومعنى التقادم ماذا هو التقادم؟ تقادم أن تتكبر الجريمة و تتعرف المجرم تتجرع له مستارة بحث هذه الناس طيلة عام هذه فقط لم يكن باستارة بحث لم يكن باستارة بحث تجرع على أي أساس أن تترى لا يجب أن يتفقدون وكانت أيدة خفية من هذا القضية لحد الآن كانت أيدة خفية بدأت تجري من هذا القضية من 2001 ولحد الآن بقى هذه الأيدة الخفية تدخل يعني يجب أن يتلاعب في هذه القضية حاليا يجب أن يتلاعب لأن يخرج السيد من عند الواكين العام مع طرف قاتل ودافن ومع شراكة يعني أكثر من طرف القضية يعني تكوين عصابة إجرامية أبشع جريمة في طاريخ المغرب أم لسبعة أطفال القتل والاختطاف والدفن وانتهاك حرمة وإخفاء معاليم لا ترى أن ترى الجرائم فأخطر جريمة وأبشع جريمة طبعا وكانت باين السبب ودافع السريقة قال لم تكن لديه نية القتل إلا أنها قوماته لا تريد أن تعطيه الفلوس قوماته فلا كان لأنه يستعم بالأصدقاء ويدوروها ويخنقوها ويخنقوها ماتت مخنوقة ماتت مخنوقة ونزيدكم شيئا أخرى الدراسات العلمية شيئا والعلم شيئا آخر العلم عند الله لم أعرف ما ماتت في 2001 ما ماتت في 2015 ما ماتت في 2018 هذه الدراسات قدرت تقريبية هذه الدراسات تقريبية حسب العلوم وحسب العلم وحسب التقدير مع احترامات الشرطة العلمية مع احترامات المعمل الجنائي مع احترامات الناس كاملين الذين يعملون في القضية لأمي لا يوجد الجزم وقتلت السيدة لم أكن أعرف ما بعد 2001 وقتل 2001 لأن العلم عند الله فعلا قدمت هذه الدراسة ولكن نعرف على عامين وثلاث سنين سوف يتحلل ويرجع هذه الدراسة دراسة تقريبية هي اللي قالت أنها المرمض في هذه عشرين عام تقريبا تقريبا يعني ديما كين اللفظ ديال تقريبا أما الأم ديالي السر ديالة لو قتلت ردت معها العلم وعند الله هذا كشيف المحكمة العليا ولكن إذا كانت المحكمة ديال الأرض اللي هي محكمة الاستيناف سوف تبني على الحياتية هذه القضية سوف تبني من هذا اللي تلقى الجوتة كيناء أو لا كيناء وإذا كان لقنا الجوتة في 2021 وإذا كان عرفنا طرف من المتهمين بغض النظر على الطريقة اللي عرفتوها إن شاء الله يكونوا وعمل معكم الكنتاكت وجا عندكم أنا ما كيهمني أنا ما كيهمني أنا ما كيهمني أنا كيهمني وأن الجوتة الأم ديالي تجبرات وطلقت في 2021 والجاء والمجرم واحد تعتار عليه يعني تلقى عليه القبض وللأسف تلقوه والثاني جوج اللي جبدهم هو في الاعتراف دياله رهو ما بحث عليهم عليهم مذكرة بحث ورأي أنا شفت واحد منهم هنا في طانجة كيدور يعني الشرطة ديالطانجة تعمل معنا شوية المروة وتنطلع معنا الصبات وتجمع لنا المجرمين من المطلقين على الأقل لكي تشفيغي الغليل وترد الكرامة لأن هذه الناس الذين هزوها وخطفوها وردوها 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 حتى القنيطر وش حالت المرمد المرأة وعودت من قنيطر ودخلوها المهدية وقتلوها في مهدية هذه الناس في تلتة بهم من المدينة لا يمكننا أن نظل من المدينة وطنجة لا يوجد عملي والطنجة ولا يوجد عملي ولا يوجد العملي والطنجة ولا يوجد عملي تتخذ كل شيء وطنجة يسعر في كل مدينة وطنجة وقامت بهم يتم بهم جميع المدن لم يكن لدي القانون المهدية وطنجة أنا متحمل المسؤولية على الكبيرة وعلى الصغيرة وأنا أم ستة أطفال وأنا أحساب الإحساس الذي لدي أنا هو الإحساس الذي لدي الأمهات التي كانت في المغرب كاملين إذا سنتوني غير أمهات لديهم أولادهم إذا سنتوني غير أمهات لديهم أولادهم سيكون أكبر سندليلي أنا الطلب ديالي اللول والأساسي لسيدنا الله ينصره صاحب الجلالة محمد السادس لكي يرد حق المظلومين لي ديما وقف مع المظلومين في أي حاجة في أي ضرر وقع في المغرب كالقواكي سندنا هوا سندنا في الزلزل هوا سندنا في كورونا هوا سندنا الله يجازه بيخر اللي ينصروا اللي يطولوا في العمر الله يجعله تشفق رأسنا صاحب الجلالة نصره والله عمره ما يتأخر علينا ديما مسندنا أنا الطلب ديالي الصوت ديالي وصل صاحب الجلالة لا يوقف معي فهد القضية بغيت الحق ديما يرجع لي أنا الحق ديما ما غنسمحش فيه ما حد الروحك تطلع وتهود فيه حق ديما ما غنسمحش فيه غاد ينتحدى كل شيء غاد ينتحدى أي واحد غيبغي عرق المسيرة ديالي لا من البوليس لا من النيابة العمى لا من المحكامة لا إن شاء الله نوصل معهم لأي حاجة أنا الحق ديالي يرجع لي بأي وجه الحق ديالي وإيه يرجع لي والحق ديالي أنا بغيت نتنصف مما بشت عند الله مما الله يرحمه الله يرحمه والله يجعله من أهل الجنة ومشت شهيدة مشت مقتولة مشت مغدورة مشت عند الله مغصولة من الدنوب الحمد لله نحن من واحد نحن نطمئنين على الوليدة ديالنا الوليدة ديالنا راية في الجنة الله يلحقنا بها مسلمين ولكن الحق ديالي في الدنيا لا يدعش ره عند الله لا يدعش بالرغم من الرشاوي اللي دفعوا علينا بالرغم من الخروقات اللي عملوا في 2001 بالرغم من كل شيء شيء ما غيرتوه نحن عارفين كل شيء نحن عارفين كل شيء كانت من الناس الذين يجريوا عليها من فصل الكوميسارية من الذين تقلب على إمه ومن الذين تريدون أن نحاول نعمل محاذر جديدة كانوا مقارين صورهم وكانوا يجريوا عليها من الكوميسارية وطبعاً نحن نخافهم من البوليس وكانت صغيرة ولكن كل هذا يجري عليها كل هذا مواطن أو موظف يعمل في إدارة وقفوا قدامه يجري عليها أنا طلعت الصبات ونقفوا قضية ودعونات صغيرة من الصغيرة إلى كبير سأتعمل من القانون أنا طلعت القانون أنا طلعت القانون لن أحد أمي أنا طلعت الشعب ودعتني على البكالوريا ومسيرة الدراسية كمّلت من المرمى بوحدي الحمد لله الدولة كانت في دولة أنا قرأت وقلت إضافة على شيء ربي وقف معي وجوشت وعملت ولداتي وربي انصفني وعطني ولد الناس ووقف معي راه غير انفوة يسمع شي واحد هادك يمها طاشت هربت كل واحد وش انه كان يقول سرقت الناس وزادت خلفه شكو سيديك أخي شكو سيجوش بك شكو سيدخلك نظاره لكن ربي تولانا الحمد لله ربي في ذلك الدار فيه وفي ذلك الوقت هذا ربي تولانا كل واحد في نجوج وعمل دورية ديالو وكملنا مع أخوتنا وقعنا حضنين على بعثتنا اليومين والآن نحن باقي نشابرين في بعثتنا اليومين والآن بالرغم من جميع الإكرهات التي تعرضنا لي لمنطرف العائلة من بعض الناس اللي كانوا بغاووا يشتتونا من بعض الناس اللي كانوا بغاووا يدخلوا بناتنا ويفرقونا كاخوت كان ذلك شيء بزاف ديال الإكرهات نحن يتكرفسنا بمعنى الكلمة فللأقل على الأقل يرد لنا الحق ديالنا يردون لي عشرين عام لتكرفس في أمور الواليدة هم لا يردون لي شيء عندما يذهب ولكن يردون لي عشرين عام من حياتي وانا ذلك العشرين عام من حياتي مقارنة كين إيقاليتي سوف نعملها تساوي الإعدام ذلك الثلاثة أخذني أي شيء لا أخذني مفاهمة مع تواحد ومن هذا المنبر لم يجعلهم النداء مباشر تواحد لا يصنع عندي تواحد لا يسايفط لي فاعل الخير لا يحتاج لي فاعل الخير أخذني تشبروا وتحكموا لكي يكونوا عبرة لأن هذه من أخطر الجرائم التي وقعتها في المغرب لا يريد أن تتكرر فالمطلب الرئيسي لي لصاحب الجلالة السيد الحموشي مدير الأمن الوطني يدقل بطريقة مباشرة ولكن كان هناك تلاعب في القضية في أي مدينة طنجة أو قنطرة إذا كان هناك تلاعب وشي أيدي خفية وشي كراكيز كي حركوا هذه القضية من وراء الكواليس أنا بغيتها تتهز تطلع الرباط عاش المالك اللي بغى حقه يطلع الرباط اللي بغى حقه يقصد الرباط بغيتها تطلع الرباط بغيتها تطلع الرباط بغيتها تطلع الرباط شكراً تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد موسيقى 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 موسيقى